طالبت كتلة حقوق البرلمانية باستدعاء السفيرة الأميركية لدى العراق وتسليمها مذكرة احتجاجة على خلفية قصف معسكرات للحجدة وذكر بيان للكتلة أن رئيسها سعود الساعدي وجه عدة أسئلة نيابية إلى وزارة الخارجية مطالبا إياها بأن أسباب عدم قيام الوزارة باستدعاء السفيرة الأميركية في بغداد وتسليمها مذكرة احتجاج رسمية على خلفية انتهاك السيادة العراقية المتكررة وأقصف مقرات الحجر في بابل وتسأل الساعدي عن إجراءات الدولة القانونية المتخذة بشأن انتهاك السيادة العراقية من قبل القوات الأميركية فيما يتعلق بحادثة المطار بحسب البيان